كتاب المقدس كتاب المقدس بيقرأنا وبيعرف نحن مين وفي علاقتنا مع الله ناس كتير يا أسيس نزار تقول لي كتاب المقدس ما هو مرجع علمي قال لهم الحمد لله أنه مش مرجع علمي لأن المراجع العلمية بتتغير كل 4-5 سنين كتاب المقدس سابت لكن ما يذكره الكتاب المقدس عن العلم فهو صحيح فطبعا لو عايز أحل مسألة رياضة مش هفتح سفر إشعياء عشان أحل مسألة رياضة لكن ما يذكره الرب عن الخليقة صحيح 100% عن سقوط الإنسان صحيح الطفان بلبلة الألسنة مجيء المسيح موته قيامته المجيء الثاني كل دي حقائق وكلها مرتبطة ببعض وما نقدرش نقول واحد منهم أسطورة